عمور بكرة مرسي كل أهل في المؤتمر الصحفي أنه سيبقى في تغييرات في تشكيل النادي الآلي قدام السلامية كيلو باطر أي التغييرات الممكن نشوفها في تشكيل النادي الآلي؟ ممكن أقرم توفيق يكون مكان محمد هين ممكن ربيع يدخل قلب دفاع سواء مكان عبنعم أو مكان ياسف لأن طبعا الاتنين عملوا مطشاط هيلة جدا وطرت مطشاط في حوالي عشرة أيام وابت جدا لها أليو ديانج وممكن لها السولية وممكن لها أفشا يعني ممكن يبقى في تغييرات كتير جدا وابت جدا الدبيس يبدأ مكان معلول لأن معلول باطرط مطشاط بالنسبة له وتسعين ديئة دا مجهود بدني وضغط على علم معلول فابت جدا بوكرة ما فيها على الأقل خمسة تغييرات في الأحيان ممكن نشوف موديست أساسي؟ وابت بس هي الحالة النفسية بتاعت موديست صعبة شوية ليومين الفاتو جدا يعني فيه صورة كريم خلي بالك وقت الاحتفالات موديست كان قاعد على جنب خالص لوحده أي وما نعسألك سؤال احنا تحملنا جميعا يعني ومش عايزين ننتقد الراجل عشان هو مش جاهز بدنايا لا بص هو بفضو في حاجة عشان منظلموش الراجل اللي بفضو يعني غير في حاجة دانية عشان منظلموش كتر من كده حظوحش حظوحش جدا طبعا موضوع كورونا وبعد كده موضوع شد في العطرة الضمة وبعد كده الايكاف فهو بس المشكلة للوقت اللي هو هشارك فيه ما بينش أمر ماشي أنا بس جايلك في دي لقال يسبر عليه عشان هو مش جاهز بدنايا هيزبر عليه شوية عشان هو مش جاهز نفسيا لا طبعا ما عارف كده كتير بقى بس خلي بالك بالك بالمتقدات أنا مقدر جدا خد بالك انه مودست دايما بوصفها بايه بلعب مصر راح يلعب في أوروبا معرفش ياخد على الأجواب بسرعة جايب من سخافة بعيد بفضو فهو جاي من حتة بعيدة أو فطبيعة ما يطلعش نار من بقه طول الوقت دي حقيقة بس المشكلة ان الاهلي كان جايبه عشان فترة مقابل يناير وكان جايبه كمان عشان يشيل حتة اليوجول ومقابل يناير تحديدا عشان كاس عالم كمان كاس عالم ودور السرور وعنده ولا واحدة فيهم كان له الدول لباس خليها نقول للماتش بقى بطولة السرور ممكن تبقى الفرصة الأخيرة مودست خليها دايما نمشي وراء مع الجملة دي ممكن فرصة أخيرة وعند جدا وكان كاس عالم كان ممكن يبقى فرصة أخيرة بالزبط بس خبقك الاتجاه اللي جوه النادي الأهلي إن مودست يكمل لكن موسيقى ده الاتجاه اللي هو النادي الأهلي عشان بس نبقى واضحين في قصة مودست قصة إنه يمشي في نايف ممكن تبقى صعبة شوية